انطلق موسم فصل فسائل النخيل بواحد سيوى ذلك في خطوة من المزارعين للحفاظ على النخيل وزيادة انتاجية الطمور ورفع عوائدها الاقتصادية تهدف تلك العملية تقليل خطر إصابة النخيل بالأمراض الحشرية والفطرية والبكترية في خطوة للحفاظ على أشجار النخيل وزيادة أعدادها بدأ مزارع واحد سيوى في فصل فسائل النخيل وهي العملية التي تبدأ منتصف فبراير وحتى نهاية مايو وتؤدي إلى زيادة الانتاج من الطمور ويكون لها مردود اقتصادي على مزارع الواحة شغلتنا بنقل على الفسائل من شهر اثنين بعد طوبة على طول علشان الساعة بتأثر على الشجرة الكبيرة والفسيلة خطوات فصل فسائل النخيل والتي يقوم بها المزارعون تقوم على تقليم الفسيلة بشكل مناسب وربطها للحفاظ عليها حتى نموها الفسائل بناخدها نستفيد بها نحن بنشتلها تاني ونعملها بنت جورة أو بنزرعها على طول والحاجة التانية نحن بننظف النخل بحيث النخلة تدي انتاج أكثر ويقوم المزارعون بعد ذلك بقطع الفسيلة بآلة حادة من مكان اتصالها بالنخلة الأم بحرص حتى يتم تعقيم وتطهير مكان الفصل بالكبريت الزراعية يليها الرش بمبيد حشري وذلك للحفاظ على محصول الطمور وتقليل خطر إصابة النخيل بالأمراض وعاقب فصل الفسائل يتم زراعتها مرة أخرى في أراضي جديدة لزيادة الرقعة الزراعية وزيادة عدد النخيل ومحصول الطمور والذي يعود بالنفع على أهالي الواحة الخضراء ويعتبر مصدر دخل ثابت للكثير منهم